بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله اليوم ان شاء الله اننا دست جديد نسبة الاطفال التعليم الاولي اننا اربعة ديال حروف وهي الدال والذال والرا والزا هنطرقوا لهم ان شاء الله في الحلقة هذي في هذا الفيديو كما قلنا في الفيديوهات السابقة بان الطفل عنده من الاحسن يدلي حرف يتعرف على الشكل دياله في الاول عاد نديروله النقاط ونعرفه عليه بلا نقاط وبني تنديرول فيليه النقاط شنو تيولي اسميته باش تتسهل على الطفل لانه هو مني تديريه ليه بالنقاط تيكون عنده قلة تركيز وخص يعرف الشكل ويعرف النقطة من التحت ولا من الفوق ولا منيزة نديروه ليه في الاول تيتعرف على الشكل يالو كيداير ومن بعد تنظيفو ليه النقطة ان شاء الله اليوم اغادي نطرقوا لهذا لهذا عندنا حرف الدال وحرف الدال هذا الدال بحالة الشكل هذا تتكتب بحال هكه الدال تتكتب على هاد الشكل في اليد ديالنا شوف هاد السنة هدي متقابلة مع هكه نحل الفم البحث بشكل هاد تنضيف اليد بحلقة تكون هاد سنة مقابلة بالمقابلة تكون تقابلة هاد سنة هاد مع هاد متكون ش هاد خارجة شوية هاد سنة مقابلة هاد سنة هاد سنة هاد مع هاد سوف نتعرف حرف الدال في أول كلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة عندنا الدال في أول كلمة وفي وسط الكلمة الدال الدال وسط وفي الأول كلمة دودتن دودتن وهي الدودة أي الدودة دودتن دودتن عندنا حرف الدال في الوسط وفي الآخر الكلمة الدال في الوسط وفي آخر الكلمة هد هدن هد هدن هد هدن الدال في الأول وفي الوسط في الكلمة هد هدن هد هدن عندنا الدال في الوسط والدال في الآخر الكلمة الهد هد وهو طائر طائر سميته الهد هد عصفور سميته الهد هد 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 هدن الدال في الوسط وفي الآخر الكلمة أن حرف دالف آخر الكلمة دالف آخر الكلمة دالف آخر الكلمة وهو ولدن دالف آخر الكلمة ولدن ولدن دالف آخر الكلمة ولدن وهو الولد صبي ولدن هو الولد ولدن أنه ولدن إذا نتعرف على حرف الدال تبغى نتعرف على الحرف اللي تيشبه الحرف الدال الدال ما عندوش نقطة إلا ضفنا له النقطة ما غيبقاش سميتو حرف الدال غادي يولي سميتو حرف الذال كما قلنا سابقا في الحرف بأن الذال تتقرأ على الليسان نخرج لساننا شوية ونقوله له الذال عندو النقطة عكس الدال الدال ما عندوش نقطة الذال عندو النقطة هنا الفق نضيفو له النقطة ما يبقى سميتو الدال يولي سميتو الذال الدال ما عندوش النقطة الذال عندو النقطة الذال نخرج لساننا شوية نقوله الذال الذال دي بغا نتعرف على الذال في البطاقات تعرفو عليه عندنا الذال في أول الكلمة الذال في أول كلمة ذا ي لن ذيل 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 هو الذيل دي الحيوان كلب ولا قط ولا حيوان عنده الذيل ذا ي لن ذا 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 نخرج الآن الذال في أول كلمة ذال ذيل 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 ذال في أول كلمة عندنا الذال في وسط الكلمة ذال في وسط الكلمة ها هو في الوسط عنده النقطة ديما الذال هو اللي عنده النقطة نافذات ها هو نافذات 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 معنى النافذة وهو هي هذه النافذة وهو الصرجوم نقول له إحنا في الدريجة دينا الصرجوم نافذات نافذات ذال في وسط الكلمة عندنا ذال في آخر الكلمة ذال في آخر الكلمة بمن ذال عنده النقطة عكس ذال ذال ما عندهش النقطة ذال في آخر الكلمة قنفذن قنفذن هو القنفذ حيوان صغير في الشوك هو قنفذن وهذا القنفذ ذال في آخر الكلمة ذال في آخر الكلمة إذن كما تعرفنا على دال 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 ذال كما شفنا الدال ما عندهش نقطة تكتب على هاتش كل هذا ما عندهش النقطة والذال تي تكتب على هاتش كل بحال الدال ولكن تنضيفوليه النقطة الفق تيولي الذال عنا حرف اخرى وهو حرف الرا حرف الرا حرف الرا difference كما نعطي هذه اللعبة و berخريع şimdi yada bu bu yada bu أطفالت تتلعون حرف را تتكتب على حرف را حرف را حرف را كما شفنا حرف را لا يوجد نقاط حرف را لا يوجد نقاط لان تكتب الشكل والرات تكتب الشكل سوف نتعرف على السماء أول كلمة و أول كلمة و أخر كلمة عندنا الرا 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 في أول كلمة رأس 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 الرا في أول كلمة رأس هو رأس وهذا رأس وهو الراس وهو رأس الرا في أول كلمة عندنا الرا في وسط الكلمة الرا في وسط الكلمة فراشة فراشة وهي الفراشة هيا الفراشة وشي تحرف الفراشة الفراشة تتقدر تطير هي هادي في حرف الرف وسط الكلمة فراشة فراشة الرف وسط الكلمة فراشة عندنا الرف آخر الكلمة الرف آخر الكلمة طيور هالرف آخر الكلمة طيور وهما الطيور ها طائر 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 جمع طيور السف دي للطيور عندها الرف آخر الكلمة طيور طيور وتعرفنا على حرف الرا كم قلنا هدا حرف الرا وهدا حرف الرا 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 بشوش هون حرف الرا اذا كما قلنا حرف الدال ما عندوش النقطة وحرف الدال هدا حرف الرا وهدا حرف الرا حرف الرا حرف الرا ما عندوش النقطة هدا غدي نضيفو له نقطة ما يبقى اسميتو حرف الرا هاي ولي حرف ز على سنننا تنحطوا السنن الفقنين والسنن التحتنين على بعضية فنقولوا ز حرف ز زرافتون زيتون زيتون ز إذن الره ما عندهش النقطة ز عندها النقطة الره ما عندهش النقطة ز عندها النقطة نبغى نتعرفه على الز في البطاقات إن شاء الله في أول كلمة وقواصل الكلمة وآخر الكلمة عنا حرف الز ها هو في أول كلمة زهراتون زهراتون هيا الز في أول السادي من عندها النقطة الره ما عندهش النقطة هيا النقطة دي الز ها هي زهراتون 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 هي الزهرة هي هاتي زهرة بحلاكة هذه اسميتها زهرة زهرة زه في أول كلمة زهرة عندنا زا وسط الكلمة زا وسط الكلمة زا وسط الكلمة زا في الوسط الكلمة عندنا النقطة الفق دايما زا مزهرية مزز مزهرية مزهرية المزهرية وهي هذه تنهزو الظهور تنهزو هذه الزهرة وتنديروها في هذه هذه العلبة اسميته ديال الفازة بنتنقولها بفرنسي الفاز إذن هذا ديال تتحتوي الظهور والورود اسميتها مزهرية 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 زا في وسط الكلمة إذن زا في آخر الكلمة الظف آخر الكلمة كفاز كفاز الظف آخر الكلمة كفاز كفاز وهو الکفاز اللي تنديرو في اليد ديالنا من يتكون برد تشتاع تكون اللي نديرو هذا الکفاز قفاز قفاز نظف آخر الكلمة قفاز وهو الليغة الليغة بالفرنسية الليغة تنقول ليه قفاز إذا كما عرفنا كين دال ذال راقزة أن الدال ذال دال 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 هدي نديرو ليهم نقاط باش ميزو الدال هادا نديرولو النقطة يولي ذال هادا نديرولو النقطة يولي ذال دال را دول هادا النقطات باش تولي الزا دا بقولي عندنا دال ذال دال ذال دال را زا را دال ذال دال ذال دال را زا را هادو هم الحرف دا بغادي نديرو وحت مرين بسد ان شاء الله باش نزيدو نتبتو الحرف في دماغنا عندنا وكملو بما هو بالحرف المناسب نكملو بالحرف وحتمو هاد الحرف شوفو واش الحرف واش كين في أول كلمة ولا وسط الكلمة ولا أخر الكلمة احنا عنا عارفو الكلمة ونشوفو الحرف فين كين فين عندنا دال النقاط واش دالين في الأول كلمة ولا وسط الكلمة ولا أخر الكلمة كما قلنا هنا ذا ذا دال ذال ذال را را ذا ذا دال ذال ذال را ذا نكمله بوحدة من هات الحرف عندنا الكلمات خديناهم البطاقات قريناهم في البطاقات عندنا قفا كما قلنا في البطاقات قفاز هو اللي قال قفاز إذن ازال في آخر الكلمة ما نزال سوف ندره سوف ندره هاد الي آخر الكلمة قفاز هو قفاز قفاز هنا ولدن كما تعرفنا في البطاقة ولدن ولدن إذن الدال في آخر الكلمة وتلسق مع حرف أخر سوف ندره هذا الدال هذا الدال ولدن ولد حرف الدل عندنا زهرات 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 قادي ندير الز مش من الز دي الأول كلمة زهرات 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 عندنا طيور 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 را دي الأخر الكلمة وهي هادي را دي الأخر الكلمة وهي هادي طيور طيور عندنا رأس 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 حرف الر دي الأول كلمة ها هو هو هذا رأس قرينا رأس عندنا قنفو ذن قنفو ذن قنفو ذن ذال دي الأخر الكلمة وهو هذا هذا ذال هذا قنفو ذن قنفو ذن ذال دايما عنده نقطة ذيل قنفو ذن قنفو ذن ذيل 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 ذال ذال دي الأول كلمة وهو هذا هو هذا ها هو هذا ذال دي الأول كلمة ذيل حرف ذال ذيل ذال هنه دو دات دو دات هنه حرف الدال هنا في وسط الكلمة إذن كما شفنا قفز حرف الزف أخر الكلمة ولد دال أخر الكلمة زهرة الزف أول كلمة طيور رف أخر الكلمة رأس رأس رف أول كلمة قنفو ذن ذال أخر الكلمة ذيل ذال أول كلمة دودة دال في وسط الكلمة إذن كما شفنا اليوم الدال والذال والراء والظام إن شاء الله نهدر مع الأمهات التي تلقوا مشاكل مع طفل ديالهم تكونوا ما تيبغوش المراجعة بزاف ديال الأمهات ولا الأباء والمربيات تيبغو يراجعوا مع الطفل ولكن مثلا إلى وحد الحرف ما استوعبوش تيبقوا يدرون تيكرار يتعصبوا معه لا مع مرة الطفل يتعصبوا معه إذا نحن مثلا حرف ج لا يستعبوه سوف ندوز سوف ندوز الحرف الأخرين ولكن تكون مرة مرة المراجعة في حالة ما إلى مل من الحرف يتعصبوا يتعصبوا ونحن سوف ندوز هذا ليس في حرف أي حرف نرى الطفل لا يريد استعبوه إذا ما سوف ندوز أو الطفل مل ونحن بدلوا الطريقة يتعصبوا يمكن أن نطرق كثيرا مثلا أن الطفل أي طفل عزيز عليه تلوين هذه طبيعة الحال الطفل عزيز عليه الألوان تعطيه ويعيش في ذلك العالم تلوين سوف نأخذه واحد الورقة ونأخذه أنا والطفل سوف نلعب واحد اللعبة وهي سوف نأخذه الكثير الألوان ونأخذه الحرف ونأخذه في الورقة بيضاء ويكون منها حرف اللي هي تعرفها ونأخذ الحرف اللي هو ما تعرفوش وننخرب قفوص الحرف ونقول أنا نقول لك الحرف اللي تلونه وأنت تقول لي الحرف اللي أنا غلع بنها ولكن في نفس الوقت أنا أتن رجع معه مثلا قد نقول له هو مثلا ما تعرفش حرف الميم قد نقول له هاك اللون ونبدأ منك هاك اللون لول يحرف الميم هو دايما الميم ما بغش يستوعب وما بغش يتخلي إذن في هذه الحالة طفل غادي يحاول يخدم الدكرة ديال ضروري لأن القضية فيها اللعب إذن تعطيه اللون تقول يالله أنت نقطك يالله لول يحرف الميم إذن هو غا يحاول يستوعب ويقلب على ذاك حرف الميم أن القضية فيها اللعب حرف الميم ويلون وغتلقيه بأن هو غادي دك الساعات غا يبغي هاد اللعبة هادي وغادي بقادك وحرف الميم غادي تخلي لراسه لأن علاش قلب عليه هو اللي بغى بغى يلعب ولكن هو بغى يخدم دك هادي ضروري بأن الطفل ما نقوش نفس الروتين نفس تحطو هاك الورقة اللقراء هلا هاد يخسك يتخليك رأس كله نطعصب عليه هلا نبدل معاه نبدل معاه اللعب مثلا معك في الكوزينا تقول لي الخضار الفواكه بدك الحرف هادي 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 باصالون في حرف البا حرف الصد انتي تقول لي هادي باصالون إذا جمع الحرف لي فيه في البا في الصد في اللم هادي طماطم فيها الطا والميم والآليف والطا والميم الطفل تبقى يعرف الخضار بالاسم ديرها وتعرف الحرف اللي تتحتوي هدك الخضار ولا هدك الفواكه احنا ما نقتصرش على الطفل لأن الطفل تيمل أي حاجة تقوم في نفس الروتين تيملها بالأحسان ندروا معاه الألعاب رأيها سهل الطفل سهل تستعب عندك سهل غير باللعب لأن الطفل بحكم تعرف اللعب أي حاجة تريدها معاه في المراجعة تريدها معاه باللعب وهتلقى بأن تريدها نتيجة مزيانة تريدها لعب في الأرض تريدها للعب الحرف تريدهم لي 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 ضروري تريد اللعب تستطيع نعمل كارتون ورق مقوى وتريد الحرف بالألعاب وتلعب معاه تريدها على حسب ضامات تريد مثلا الحرف غير في ورق مقوى وتريد لي مثلا جمع لي باصالون غادي يقلب على باصالون فيها الباص صاد اللام هو غيقلب على البا ويقلب على الصاد غادي يحاول ضروري يكون واحد طريقة اللي هي مميزة والطريقة المميزة عن الطفل وهي من خلال لعب ضروري ان شاء الله هم قناعتنا سقيح بنسبة الأطفال ولا بنسبة التلاميذ ان شاء الله في الفيديو جيد السلام عليكم ورحمة الله شكرا